وللمزيد معنا الدكتور سمير تقية الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن دكتور سمير بعد التحية بوجه عام كيف ترى أولويات الدورة الحالية للجمعيات العامة للأمم المتحدة أعتقد أولاً أتشرف لكم وبجمهوركم يعني يجب أن نترك بأن هذه الدورة لها صفة استثنائية الوضع العام الدولي بين الدول الكبيرة هو متوسري لبعض الفدود وكما نشاهد هناك شد كبير ولكن الجانب الإيجابي هو أن الدول النامية تمكنت هذه المرة أن تلعب دور كبير في وضع الأجابة وفي وضع الأولويات الأمم المتحدة وبذلك فتح ذلك المجال من أجل أن يتشكل إجماع دولي حول القضايا الرئيسية التي تهم الدول النامية بذلك أعتقد بأن هناك تقدم في بعض القضايا من حيث مقاربة قضايا البيئة قضايا الأوبئة القضايا العامة وقضايا الجراعة وتأمين المواد الأولية كل ذلك يتم طرفه الآن في مختلف ليس فقط من قبل ممثلي الدول بل يجري التحضير لاتخاذ قرارات متعلقة بأن تتمكن الأمم المتحدة من صياغة اتفاقيات متعلقة بمصالح الدول النامية وخاصة فيما يتعلق بالتجارة وفيما يتعلق بالبيئة وفيما يتعلق أيضا بقضية النقص الغذاء الشديد الذي تعاني مهم كثير من الدول نعم دكتور سمير يلقي الرئيس الفلسطيني اليوم كلمة مهمة أمام الأمم المتحدة في رأيك كيف يمكن أن تحدث هذه الدورة زخما للقضية الفلسطينية من المفيد جدا أن ندرك بأن هناك أصرار دولي وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية على أن الوضع القليل يتأثر بشكل تلبي جدا في محاولات إسرائيل للإدقاء على الوضع بشكل منتهد في المنطقة وعدم تحقيق حد أدنى من الحياة الممكنة والإنصاب في معالجة القضية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة عمليا تدفع المنطقة وتدفع الفلسطينيين إلى حالة من الغضب والتوتر وبالتالي استضح بأن هذا يمكن تجاهل القضية الفلسطينية وأنها تعود لتصبح مركزية صاصة مع عودة اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالوضع الأقليمي في الشرق الأوسط والعالم بشكل عام الآن يعطي أهمية أكبر بالكثير من الثلسطين بذلك القضية الفلسطينية تعود لتصبح قضية مركزية حتى فيما يتعلق الوضع على فلسطين نعم إحدى الملفات التي طرحت أمام هذه الدورة في الجميع العامة لأمم المتحدة هو الملف الأوكراني الروسي اليوم يشارك الرئيس الأوكراني زيلينيسكي حضوريا في أعمال هذه الدورة برأيك دكتور سمير إلى أي مدى يمكن أن يحقق زيلينيسكي ما جاء من أجله إلى نيويورك من حيث المبدأ يمكن أن نقول بأن الرئيس زيلينيسكي أصبح يلاقي تعاطصا أكثر من السابق أكثر من المرحلة التي كانت فيها أوكراينيا في بداية المعارك وحين جرى التصويت على القرار الجمعي العام ولكن إضافة إلى ذلك سيجد زيلينيسكي مطالب سولية بأن تعمل أوكراينيا أيضا في اتجاه فتح قنوات سياسية للبحث عن مخرج للأزمة العميقة الجارية في كل أوروبا ولكن المشكلة أيضا هنا تأتي بأن روسيا لم ترسل حتى الآن أي مؤشرات تشير إلى أن لديها أفق أو لديها رغبة سواء عن طريق الصين أو عن طريق المملكة العربية السعودية وعن طريق خنوات أخرى لأنها مستعدة للتفكير والعمل بشكل البناء من أجل إنجاز عملية على الأقل إيقاف القتال في أوكراين نعم دكتور سمير تقي الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن كنت معنا مباشرة عبر زوم شكرا جزيلا لك